الاهلي بكل تأكيد ما ظهرش بأفضل شكل ممكن النهاردة تقدر تبص وتقول جزء من الموضوع مبني على الياقة البدنية آه لأن الضغط بتاع لعبة الاهلي النهاردة تضرب كتير وبالتالي أعتقد أن ده الياقة أقل عند اللاعبين أعتقد طيب اللقطة التانية أن الاهلي لما بيتضغط عليه في الوقت الحالي من المنافسين من ساعة ما حسم الاهلي الدوري وابتدأ يبقى المشكلة أن فيه نوع من أنواع الارتباك اللي عند الاهلي في الخروج بالكورة سببه الرئيسي برضو أن الاهلي بيغير الديناميكية بتاعته اللي في أرض الملعب خليني يبسط لكم الموضوع وقول لكم ليه الاهلي نهاردة ما ظهرش بأحسن شكل ممكن الاهلي وهو بيدغط بيدغط من العمق فبالتالي بيوجه لعيب توم بيرسي تاو وحسين الشحاتي بقوا من العمق بيدغطوا على اللعيبة اللي مسكت كورة فعلي ماهر زكي في أنه أمشاة ضد الملعب بمعنى أنه حق حط العبت والأجنحة على آخر اليمين وآخر الشمال فالنتيجة أن العبت الأهلي ابتدت تبقى الوينجين محتاجين يفتحوا الملعب على آخره بيرسي تاو وحسين الشحات وبييرسي تاو وحسين الشحات بسبب الإرهاق ما بقاش عندهم قدرة على أداء الواجبات الدفاعية بشكل كويس فبالتالي الضغط بتاع الأهلي بقى بيتضرب لأن الاتنين دول بيقابلوا من القلب والمصري فاتح الملعب على آخره فبالتالي ابتدى يبقى بيرسي تاو وحسين الشحات على ما بيروحوا يضغطوا على الظاهرين بتكون الكرة طلعت للجناحين والجناحين بيتطلعوا محمد هاني وعلي معلول من بيته فلما الاتنين دول بيطلعوا من بيتهم بتبان فراغات في وسط الملعب أو بتبان فراغات بين قلب الدفاع والظاهير فبيتحط فيها ديانج فبيتشغل على نص الملعب فبتتفتح مساحات لعيدة وصف الملعب في المصري فالطريقة اللي استخدمها علي ماهر هي طريقة فيها جزء معتمد على أن ليقت المباريات عن دي بيرسي تاو وحسين الشحات ما بقيتش زي المرحلة اللي كسب فيها الأهلي الدولي والتزامهم بالواجبات الدفاعية والتزامهم بالضغط بقى أقل بسبب أن ليقتهم البدنية نزلت بسبب الإرهاق وتوالي المباريات الجزء الثاني من الموضوع أنه برضو الضغط على أليو ديانج والضغط على كهربا والتنين دول أقل اتنين لعيبة في الأهلي في الوقت الحالي في مسك الكور يعني إيه؟ يعني الأهلي في العادي لما بيقابل فرق عندها شراسة في الليقة البدنية بيزوء أهل وراء بالاستحواز يعود ينقل الكورة فيجبر المصري أنه يرجع الوراء لكن النهاردة كان المصري مستفيد قوي من أنه مرائب مروانعطية أليو ديانج كلما تدي له الكورة يدور على مروانعطية يلاقيمة رائب يتسوح بيها الكورة بتتنقل لكهربا كهربا مش شايف طبعا على مستوى آخر 3 مباريات وبالتالي قليل في الاحتفاظ بالكورة كلما يخرج فاللي بيحصل إيه؟ أن كهربا يستلم الكورة يفقدها أو أن أليو ديانج يستلم الكورة يتبرجل فيها فيبصيها غلط فالتنين دول استسببا في أن الاحتفاظ بتاع الكورة في الأهلي يبقى عدد دقايق أقل وفترات أقل فالمصري بقى عنده نفس أنه يفضل يضغطك ويجريك ويروخ وييجي بيك ويروخ وييجي معك كتير ودي حاجة مش متعود عليها اتفاع الأهلي وبالتالي اتفاع الأهلي كان بيضطر يعمل إيه؟ كان بيضطر أنه ياخد خطوة الوراء بمعنى أن اللي حصل فقدان الكورة الكتير بتاع الأهلي خلى أن العبت الأهلي ما تحطش بقى الكورة لديانج ولا تحطها لكهرباء في الحتة دي لا تقوم رجعها مراوان عطيه يستلم الكورة أو ديانج يستلم الكورة اقوم رجعها الرميل ربيع مثلا فرميل ربيع بقى بياخد خطوة الوراء عشان يستلم الكورة برحته فبقى الأهلي اتفاعه متراجع فبالتالي لما اتفاع الأهلي بقى متراجع بقى فيه مساحات لما بتطقطع الكورة من المصري بقت فيه مساحات بين خط الظهر وخط الوسط طيب لما بتطقطع الكورة بيبقى فيه فراغات بتخلي لعبة الوسط بتاعت الأهلي ولعبة الهجوم بتاعت الأهلي بترجع عشان يبقى وحدة واحدة فيبقى الأهلي متراجع قدام المصري فيدي فرصة للمصري لعبه